كشف مدير المشاريع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجة العدوان تراجع كميات الانتاج في حق الحمزة النفطي الواقع شرق منطقة الأزرق العام الماضي قرابة العشرة ألاف برميل مقارنة بالعام الذي سبقه لكنه أكد أن خطة تطوير الحق المستمرة وكذلك فرص انتاج النفط وقال إن الكميات المنتجة من حق الحمزة هذا العام بلغت 94.675 برميلا وأرجع الانخفاض إلى عدم استقرار مستويات الانتاج وتذبذبها بين الحين والآخر وفقا لمعطيات عدة منها فواصل أصيانة وارتفاع نسبة المياه في الآبار كما بيّن أن العام الحالي شهد إيقاف بئر من البئرين الفاعلين بسبب ارتفاع نسبة المياه وتباع الكميات المنتجة من حق الحمزة بالسعر العالمي لشركة نصفات البترول